رأس صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اجتماع الجهات المشاركة في الحج بالمنطقة وذلك في قاعة الاجتماعات بمنفذ الوديعة البري حيث يستقبل ضيوف الرحمن القادمين من الجمهورية اليمنية الشقيقة واستهل سموه الاجتماع بشكر الله وحده على أن سخر لبلاد الحرمين الشريفين قيادة جعلت خدمة الإسلام والمسلمين أولاهتماماتها وأخذت من خدمة الحرمين الشريفين ورعاية ضيوف الرحمن والمعتمرين وزائري مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مصدر شرف وفخر واعتزاز وسؤدد ورفع واستعرض الاجتماع مراجعة تنفيذ الجهات العسكرية والأمنية والمدنية للخطط المقررة في موسم حج هذا العام والمقترحات والرؤى المطلوب إقرارها في خدمة هذا العام